نواصل مع درس الصرف الموجهة لتلاميذ الثامنة من التعليم الأساسي والدرس اليوم هو بعنوان اسم التفضيل ننطلق من نص هذا النص هو ابن المقفع مقوض من كتابه الأدب الكبير يقول ابن المقفع إذن إن الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام وإن العطية بعد المنع أجمل من المنع بعد الإعطاء وإن الإقدام على العمل بعد التأني فيه أحسن من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه وكل الناس محتاج إلى التثبت وأحوجهم إليه ملوكهم وأحوجهم إلى هذا التثبت ملوكهم نمر الآن لهذه الأمثلة التي أخذناها من النص السكوت أفضل من الكلام لدينا السكوت ولدينا كلام يعني لدينا شيئان أو أمران أو لدينا إن شتم نوعان من السلوك الأول هو السكوت يعني الصمت والثاني هو الكلام ونحن الآن نقارن بينهما الكاتب إذن يفضل السكوت عن الكلام فالسكوت إذن يسمى مفضل والكلام مفضل عليه أما أفضل هذه الكلمة أو هذا المشتق الذي ورد على الوزن أفعل فيسمى اسم تفضيل يسمى اسم تفضيل المن هذه طبعا هي طبعا حرف جر يريد دائما قبل المفضل عليه الجملة الموالية الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام لأن عندما نتكلم هذا الكلام أصبح ملك غيرنا لا نستطيع استرجاعه لا نستطيع يعني أن نرده الرجوع عن الصمت إذن مفضل وأحسن اسم تفضيل على وزني أفعل وأرجوع عن الكلام مفضل عليه يعني أن الرجوع عن الصمت أحسن وأفضل إذن في نظري إذن الكاتب من الرجوع عن الكلام يعني عندما تكون صامتا ثم تتكلم أفضل يعني بعد تفكير تتكلم أفضل من أنك تتكلم يعني دون تفكير ثم تندم على ذلك الكلام وتريد إذن أن تعتذر وما إلى ذلك العطية أفضل من المنع يعني الإنسان الذي يعطيه ويهدي وما إلى ذلك أفضل من الإنسان البخيل الشحيح الذي لا يعطيه إذن فالمفضل هنا هو العطية والمفضل عليه هو إذن هذا المنع والشح التأني في العمل أحسن من الإمساك عنه التأني في العمل هو مفضل وأحسن اسم تفضيل على وزن أفعل والإمساك عنه هو المفضل عليه إذن ما هو اسم التفضيل؟ اسم التفضيل إذن هو اسم مشتق يدل على تفوق شيء على شيء في صفة وإذن هذا التفضيل له ثلاثة أركان المفضل إذن والمفضل عليه وسيرة التفضيل إذن اسم التفضيل كما قلنا هو اسم مشتق يدل على تفوق شيء على شيء آخر في صفة وهذا التفضيل له ثلاثة أركان المفضل والمفضل عليه وسيرة التفضيل نوصل إذن مع الدرس ليالي الصيف أقصر من ليالي الشتاء ليالي الصيف أقصر من ليالي الشتاء إذن ليالي الصيف مفضل وأقصر إذن سيغ التفضيل ومن هذا حفو جر وليالي الشتاء مفضل عليه إذن هنا لدينا مقارنة بين ليالي الصيف وليالي الشتاء ولدينا مقارنة بين خط الاستواء وخطوط العرض خط الاستواء إذن أطول إذا وجدنا إذن أو عدنا إلى كتب الجغرافية أو ما إلى ذلك فإذن نجد طول خط الاستواء كذا وكذا وإذن خط العرض طوله كذا وكذا نحن نقوم بعملة مقارنة فهذا يسمى تفضيل مقارنة إذن ليالي الصيف أقصر من ليالي الشتاء وإذا خط الاستيواي أطول من خطوط العرض هذا تفضيل مقارنة مقارن بين شيء نمر إلى نوع آخر من التفضيل وهو الأجدر أحسن شيء يعني كما يقال إذن أحسن شيء الأجدر أن تتأنى في كل شيء خير الناس من احترم غيره حاتم الطائي أكرم رجل هنا نلاحظ غياب من حرف الجر إذن من هذه الجمل كله هذا دلالة على أن التفضيل هو تفضيل مطلق هنا فهذا النوع الثاني هو التفضيل المطلق وهو مختلف عن تفضيل المقارنة في تفضيل المقارنة نجد مفضل ومفضل عليه ونجد هذه المن وما إلى ذلك ولكننا لا نجد إذن هذا المفضل عليه الأجدر أن تتأنى في كل شيء خير الناس من احترم غيره حاتم الطائي أكرم رجل لم يقل حاتم الطائي أكرم من فلان أو فلان أو ما إلى ذلك إذن يستعمل المتكلم التفضيل للمقارنة أو للتفضيل المطلق هذه إذن هي القاعدة الموالية نواصل إذن مع هذا الدرس إذن والجملة الموالية عيناه أشد زرقة من البحر هنا إذن هذه الجمل لنشتهم هذه الأمثلة سنتبين إذن من خلالها وعن طريقها إنشتهم كيف يتحقق التفضيل كيف يتحقق التفضيل يعني التفضيل يتحقق بطريقتين إما باسم تفضيل على وزن أفعى أو باسم تفضيل عام مع مستر كما سنرى إذن هنا لدينا مفضل ولدينا إذن مفضل عليه ولدينا أشد زرقة هنا إذن هذا اسم تفضيل عام يسمى وهذا مستر لا نستطيع أن نقول عيناه أزرق من البحر إذن هذا لا يجوز هذا لا يجوز ولذلك أتينا به اسم تفضيل عام مع المستر إذن هذا اسم تفضيل عام يسمونه اسم تفضيل عام وهذا مستر لا نقول عيناه أزرق من البحر هذا طبعا لا يجوز لما لا أفضل من العقل هنا إذن اسم تفضيل أفضل وهو على وزن أفعل وهو إذن من الفعل الثلاثي إذن فاضولا فإذن هنا تحقق التفضيل عن طريق إنشتم اسم التفضيل وهو على وزن أفعل فالفعل هنا كما نرى فاضولا وفعل الثلاثي مجرد في فصل الربيع يكون الهواء عفوا يكون الهواء أكثر اعتدالا إذن هنا اعتدال هو مصدر من الفعل اعتدلا وهو فعل مزيد وهو فعل مزيد إذن هذا إذن مصدر فعل اعتدلا وهو إذن فعل مزيد على الوزن افتعل فإذن هنا وقع وتحقق التفضيل باستعمال اسم تفضيل عام مع المصدر البدو أقرب إلى الشجاعة من الحضر إذن أقرب اسم تفضيل على الوزن أفعل تحقق إذن كما نرى التفضيل باسم تفضيل على الوزن أفعل أحسن اليقوتي ما كان أشد حمرة ما كان أشد حمرة ما كان إذن أشد حمرة فهنا نجد اسم تفضيل عام أشد ونجد إذن هنا حامراء إذن مصدر فهنا لا يجوز كما رأينا في المثال الأولى أن أقول اليقوتي أحمر إذن من كذا وكذا شر الشدائد ما يضحك شر هنا اسم تفضيل عام مع المصدر وهو شدة شدائد إذن وإذن مفردها شدة وهي مصدر من شدة كيف يتحقق تفضيل إذن أولا إذن يتحقق باسم تفضيل على الوزن أفعل إذا اتصل إذن بفعل ثلاثين مجرد وإذن يتحقق تفضيل باسم تفضيل عام مع مصدر إذا اتصل بفعل مزيد أو بفعل نصيف منه على وزن أفعل مثل كما قلنا أحمر لا نقول فلان أحمر من فلان أو التفاحة أحمر من البرتقالة لا نقول إذن التفاحة أشد حمرة ولذلك إذن هناك طريقة تانية يتحقق بهم التفضيل كما قلنا وهو باسم تفضيل على وزن أفعل إذا اتصل بفعل ثلاثين مجرد أو باسم تفضيل عام مع مصدر إذا اتصل بفعل مزيد أو بفعل صفة منه على وزن أفعل نواصل إذن مؤدب الناس فاضل ومؤدب نفسه أفضل إذن مؤدب الناس فاضل ومؤدب نفسه هو الأفضل إذن مؤدب فاضل كما نرى مؤدب مفرد مفرد إذن هنا مؤدب مفرد ومذكر وهنا فاضل مفرد ومذكر مؤدبة نفسها هي الفضة إذن هنا كما ترون إذن مفرد مؤنث وهنا مفرد مؤنث إذن فاضل وفضة فعلة على وزن فعلة مؤدب نفسه أفضل رجال مؤدب أنفسهم هم الأفضلون إذن مؤدب جمع إذن أفضلون جمع مؤدب نفسه أفضل من مؤدب الناس إذن مؤدبات أنفسهن هن الفضليات مؤدبات إذن جمع هنا إذن نجد التاء وهنا نجد التاء وهن الفضليات مؤدب نفسه أو مؤدبة نفسه أي الفضة ومؤدبات أنفسهن هن الفضليات القاعدة هنا إذن إذا اقترنا اسم التفضيل بالألف واللام طابق المفضل في الجنس والعدد إذن إذا اخترنا اسم التفضيلي بالألف واللام طابق المفضل في الجنسي والعددي كما قلنا وإذا لم يقترن اسم التفضيلي بالألف واللام لازم صيرة المفرد المذكر المذكر إذن كما رأينا في إنشتم الأمثلة السابقة نمر الآن للتطبيقات نمر الآن للتطبيقات استخرج اسم التفضيلي وعين الفعل الذي يتصل به استخرج إذن اسم التفضيل وعين الفعل الذي يتصل به الكاتب يقول هنا لدينا نصنا لي صديق طموح قنوع نابه يرمي بهمته إلى أبعد مرمى وتنزع نفسه إلى أسمى المراتب وتحفز إلى أبعد المدارك فيوفر على ذلك همه ويجمع له نفسه ويتحمل فيه أشق العناء وأكبر البلاء لدينا إذن هنا المسطرات أبعد إذن وأسمى وإذن ما إلى ذلك وأبعد إذن وأشق وأكبر وضعناها في جدول هنا هذه الكلمات أبعد إذن على وزن أفعل وأسمى وإذن أشق وأكبر كله على وزن أفعل جذوره أبعد إذن با والعا والجال أسمى إذن سا والميم والوا أشق شين والقاف والقاف وأكبر كاف والباورة بالنسبة للأفعال إذن باعدة وسما وشقة وكبرة الآن إذن ثانيا ميز بين تفضيل المقارنة والتفضيل المطلق فيما يلي فيما يلي ليس أحدا أسوأ حالا من أهل القدرة الذين يفرطون باقتدارهم في غضبهم وسرعة رضاهم ولله المثل الأعلى خير الخلال حفظ اللسان إذن هنا التفضيل المقارنة والتفضيل المطلق هنا ليس أحدا أسوأ حالا من أهل القدرة هنا تفضيل مقارنة إذن هنا تفضيل مقارنة تفضيل مقارنة هنا ويفرطون باقتدارهم في غضبهم وسرعة رضاهم ولله المثل الأعلى هنا تفضيل المطلق إذن المطلق هنا وهنا كذلك التفضيل المطلق إذن ميز كما قلنا بين تفضيل المقارنة وتفضيل المطلق فيما يلي ليس أحدا أسوأ حالا من أهل القدرة هنا نجد إذن المفضل والمفضل عليه وبالتالي هذا إذن تفضيل مقارنة وهنا إذن تفضيل المطلق ولله المثل الأعلى إذن تفضيل المطلق وهنا كذلك التفضيل المطلق والتمرين الثالث إذن والأخير تطبيق ثالث والأخير عوض إذن الاسم المسطر بالاسم الموضوع بين قوسين وغير ما يجب تغييره المقالتان إذن عوض المقالة تصفحت المقالتين الأولى تصفحت المقالتين الأولين رجل إذن عوض رجال لم أرى رجالا أخشع قلبا من هؤلاء الرجال لم أرى رجلا أخشع قلبا إذن من هؤلاء الرجال وهنا لم أرى طبعا لا نجد الألف مقصورة لأنه مجزوم باللم رجلا أخشع قلب من هؤلاء الرجال الأسباب الجرائد هي السبب الأعظم في تنوير القلوب الجرائد هي الأسباب العظمى في تنوير العقول الولدان أعطي الولد الأسخار لأمه فضمته إليها أعطيها الولدان الأصغران الولدان الأصغران كما نلاحظ هنا الألف واللام وهنا الألف واللام هناك تطابق جبال جبل سنجار من أحسن الجبال جبال سنجار من أحسن الجبال هذا بالنسبة للدرس المتعلق باسم التفضيل نلتقي في درس اللاحق إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة